بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأزكى صلوات الله وتسليماته على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس إجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد فمن فضل الله علينا نحن المسلمين أنه يعقبنا مواسم بعد مواسم معارضنا فيها لنفحاته عز وجل كما جاء في الحديث ألا إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها شهر رمضان هو موسم المتقين ومتجر الصالحين وخصوصا في العشر الأواخر منه فبعض العلماء يقسمون هذا الشهر إلى ثلاثة عشرات يعني العشر الأولى والعشر الأوسط والعشر أو العشر الوسطى والعشر الأواخر كل العشر الأولى هي عشر الرحمة والعشر الثانية عشر المغفرة والعشر الأخيرة عشر العتق من النار ستجاء في حديث سيدنا سلمان الفارسي يعني وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار وإن كان الحديث يعني فيه راوي يعني ضعفوه إنما يعني مشهور على ألسنة الناس إنما الشيء المؤكد في فضل هذه العشر هو ما جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان العاكنة إذا دخل العشر الأواخر تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأحيى ليلة وأيقظ أهله فشد المئزر كناية عن النشاط قل شمر عن سعيدك قل شمر عن سعيدك وشمر مئزره يعني معناها إنه بالغ في النشاط وترك الكسل وأقبل على الأمر بهمة عالية فكان مسلم يدخل عشر الأواخر شمر شد المئزر وأحيى ليلة أي ليله كله هو كان فيما قبل يحيي الليل بس ينام في بعض الليل ويقوم بعض الليل كما قال تعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو جد عليه ورتل القرآن الترتيل إنما في العشر الأواخر كان يحيي الليلة كله وأنظر إلى تعبير يعني يحيي الليل كأن الليلة ميت وهو يحيى بالطاعة فالأزمنة منها ما يموت ومنها ما يحيى والأماكن أيضا منها أماكن ميتة وأماكن حية والقلوب منها قلوب ميتة وقلوب حية فالزمان يحيى بالطاعة وبذكر الله ويموت بالغفلة وبالمعصية فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي العشر الأواخر يحيي جميع الليل بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالذكر بالتسبيح بتلاوة القرآن بالاستغفار يشغل ليله كله بهذه الطاعة ولا ينام شيئا من الليل في هذه العشر الأواخر